السلام عليك حياك الله عزيز المشاهد في مقطع جديد من لعبة الدرنك الحمد لله المقطع الماضي كانت فيه فايدة كبيرة لعشر نصايح وغلبها كانت جديدة عليكم حبيتني خليها سلسلة في القناة لان فيها كمية معلومات صراحة وبشكل عام فغالبا انك تطرع بفايدة من المقطع غير كذا اشكر كل اللي كتبوا لي كومنتات وشاركونا بالنصايح وراح ابتدي باهم او اول نصيحة في هذا المقطع والنصيحة هذه او النصيحتين في واحد كانت مكتوبة من فلان ومن معلش معرف تقرأ اسمك اللي يبدأ بالSH المهم نصيحة فلان كان يقول اطور الستات حقك بمبداية اللعبة بناء على سلاح معين ودك تلعب فيه والكومنت اللي بعده جاء ينبه عن السوفت كاب وهذا شي جدا مهم رح حط لكم الارقام طبعا كل الستات تقدر توصله الى 99 اذا ودك تطور شخصية لفل ماكس بيكون تقريبا لفل شخصية عندك 713 اذا حطيت كل شي 99 واغلبكم ما راح يسوي هذا الشيء فضروري انت دائما يكون الهمية عندك الفيقور يعني الشغلات اللي يطور شخصيتك انت اللي يطور الفيقور او قدرة التحمل اللي هو الاندورنس هذه اهم شغلتين بالنسبة لشخصيتك انا ما اتكلم عن تطوير قوة سلاحك او الدمج او السترينج اذا كنت ساحر مثلا يهمك الانترجنس او الفيث خلنا نمسك الفيقور على سبيل المثال اذا وصلتها لين لفل 40 هذه كلها من 40 وتحت راح يكون مفعولة تطويرات جدا كبير وراح تشوف الهلث يزداد بشكل كبير اما ما بين ال40 وال60 يبدأ يقل التطوير او مفعول التطوير يقل بالنسبة لهلث اما بعد ال60 ما ينصح ابدا انك تطوره لانه ما راح يكون يعني ما يستاهل التطوير جدا شي تافه وكذا بعض الستات ممكن تحصل ثلاثة رقام وقيس عليها على نفس الشي ان شاء الله ان الفكرة هو واضحة الشغلة الثانية اللي هو انك تطور عند الحداد اذا كنت في بداية اللعبة وهذه نصيحة ثانية بذكرها بحيث انك تقدر تصرف النقاط حقك في تطوير شخصيتك وعند الحداد بالرونز او بالجرس يوم الجمعة تصير تطور اسلحتك وكذا بتوازن شخصيتك من ناحية القوة والتطوير بشكل جدا ممتاز من البداية لان الدمج يزيد بنسبة كبيرة من عند الحداد غير انك يوم تطور شخصيتك وتسوي level up بالرونز انصحك انك تجيب من بدايات اللعبة الجرس تجمعهم جميع متطلبات الاسلحة وتعطيه التوأم اللي في الراون تيبل هول طبعا هذه الشغلات مكملة للبعض لكن انا نتكلم كبداية في اللعبة من الافضل انك تتوجه عند الحداد اتوقع الكثير منكم يتمنى ان فيه ميزة ان الاماكن اللي زرتها تبين مختلفة عن الاماكن اللي لسه ما جيتها فلذلك نصيحتي ان يقل شيء ممكن انك تعلم هذه الاماكن في سايدف غريس طبعا انا نصحت في المقطع الماضي انك تفتح القوائم واذا كنت تستخدم هذه القوائم فيمديك التعلم لاماكن اللي زرتها صح ان هذه طريقها يدوية ونتمنى انك ان يصير اوتوماتيك تحسها بدائية يعني تاخذ منك وقت لكن المخرج عاوز كده يا اخوان ايش نسوي واذا في طريقة افضل يرى تكتبوا لي في الكومنت اي نصيحة يعني مش لازم عن هذا طبعا انت ما رح تعلم كل شيء انا ممكن تعلم فيه الكهوف او المناجم اللي زرتها واذا دخلت كهفة ومنجم وشفت فيه الدواير او الجريس بوينت الخارجية كلهم مسكرين فهذا يعني انك لسه ما قتلت المين بوست اللي موجود طبعا مجرد ما تطع من منجم راح يمفتح لك الجريس بوينت لكن بعض الاحيان تدخل منجم تحس انها خلاص ثريتها كلها واذا كتسوي فاسترا بالبدن تكتشف ان الجريس بوينت عندكم مسكر اللافا او العثن اذا دخلت احد هذه المناطق دايما اعطيها بالريوس يكون اسرع او تركب الاشوفور اللي هو الكويك ستب انتبه من الروولنج لانه بيكون جدا جدا ثقيل في هذا المناطق والنصيحة الثانية اخوان عن الاجواء اذا كانت تمطر اذا كنت تستخدم النيران راح يقل مفعولها 10% واذا كنت تستخدم اللايتنج افكت راح يكون مفعوله زائد 10% فالاجواء تلعب في الحسبة شوي النصيحة لبعدها انتكبت انا مرة وتخلت عند بوس معي رونز ولا قدرت هجلته فالطريقة اخوان انك تدخل عند البوس وتاخذ الرونز وتطرع من لعبها بسرعة وترجع تحصل نفسك براع منطقتها الضباب اهم شغليهم تجي تقابل اي ام بي سي لازم انك تكلمها اكثر مرة سواء كنت تلعب الكوست او عشان يعطيك بعض الايتمات ونصيحة انك تقدم الوقت وترجع الام بي سي بعد ما تكلمه وتتأكد اذا كان عيد الكلام ولا بيعطيك ايتم مثلا ولا يفتح لك شي ونصيحة انك تروح لغريس بوينت وتقدم الوقت وترجع الام بي سي فبتحصله ممكن انه يغير كلامه ويعطيك ايتمات نادرة او اسلحة اذا كنت جديد عن لعبة تكفى تكفى لا تقتل اي ام بي سي عندك جميع انواع الكائنات جرب عليها سلحتك ما يحتاج ابدا انك تقتل ولا في اي فايدة تسوى انك تقتل ام بي سي فبتروح عليك كوستات وبتروح عليك شغلات مهمة جدا في تقدمك اللعبة والله اتمنى اني اعرف هذه النصيحة وحطيتها في اول مقطع عن الدرنج لان حرفية نص الكومنتات جابوا العيد وقتلوا الام بي سي وراحت عليهم شغلات كثير او حتى الكوستات حقفية وساحر وغيرها لان اليوم والله تجينا الكومنتات عن هذا الشي المهم بعض الاحيان في البوس فايت من الافضل انك تركض عن الرولنج حرفيا فانتبه لهذا الشي ضروري جدا انك تنوع في اساليب القتال هذا راح يسهلك تغلب على اغلب الانمي لا تنسى انك ممكن انك تركض وتضرب وتنفذ ضربة مختلفة عن انك وانت واقف وتضرب او تنقز وتضرب او حتى تشحن الضربة وبعدين تضرب ما تستعجل وهذا راح يسمحلك مثلا تسوي ستاقر للانمي او اذا كان ماسك شيلد ممكن انك تكسر شيلد حقه بالنطة ودائما لا تنسى اذا كان الانمي او البوس ثقيل بتنفيذ ضرباته يفضل انك تجي من وراها على السريع وهذا بيسهل عليك التغلب عليه ونفس الكلام اذا كان على الحصان يفضل دائما انك تنفذ عليه لهفي اتاك او انك تصد ضرباته فدائما البوس اللي قاتل حاول انك تعرف وش نقاط ضعفه ترى كل البوس حرفيا في اللعبة هلها نقاط ضعف ويتأثر ضد هجمات معينة مش بس طريقة تنفيذ الضربات لا مثلا الاتاك نوع الهجمة هل كانت فيزيكل ولا ماجيك ولا لايتينج ولا هولي ولا يعني هذه الستات كلها تأثر في السلاح يعني الستات حق السلاح تأثر في الانمي واذا كنت عاني من الانمي معين اعرف انك تستخدم السلاح الغلط معاها او انك تستخدم الاستراتيجية طريقة الضرب الغلط مع هذا الانمي النصيح هذا توقع خلاص الكل يعرفها ولكن اذا ما تعرف ترى استات شخصيتك ممكن انك تستعيده عند هذه البوس الحامل راح يمديك تعيد توزيع نقاطك بالكامل اللي اكتسبتها فاذا خلصت شوي ممكن انك تزين وضعك هنا الغلط سكارب ورجل الدجاجة هذا لا يتمع ان نزلت عنهم مقطع خصوصا الغلط سكارب انصحك انه يكون معاكم بداية اللعبة لانه راح يزيد لك نسبة 20% من الرونز اللي تكتسبه غير كذا رجل الدجاجة السلفر والغولد سكارب فيه منه برضه سلفر هذا لا اذا كنت استكشفه انصحك برضه انك تحطهم لانه راح يزيد لك احتمالية الايتمز اللي يطيحون من الانميز وبكذا راح تلقى اسلحة نادرة ممكن اذا ما كنت تحطى هذه الايتمات ما راح تشوفها حتى لو قتلت نفس الانمي والنصيحة الاخيرة اخوان او الخطأ اللي ممكن نسويه اللي هو الرولنج بعيد غالبا بعض البوسز يطلبون انك تسوي رولنج وتخش عليه كذا حرفية رولنج ووجه على الانمي راح تتجنب اغلب الضربات منه وهذه المشكلة والله اني شفتها بنفسي من اوائل البوسز مثل رادان كنت ادخل في الحصان الصغير حقه هذاك يا اخي مسكين هذاك اكثر مخلوق مضروم في الحياة مدري بشلون شايلة المهم فدائما بتلقى نفسك تتجنب اغلب الضربات اذا كنت تسوي الدوج او الرولنج بتجاهها الانمي وبس اخوان لا تنسوا اللايك وتشاركوني بالكومنت بالنصيحة اني اذكرها في المقطع الجاي شكرا لمن تسمين القناة هندر وبندر هندر وبندر ومشاري ونشوفكم شاء الله حل خير في مقاطع جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يزعل مننا انه هندر